السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم منكم تكونوا بي خير وعلى خير اليوم شاء الله سوف نشارك معكم المعلكة الكوكاو تجي شيشة و تجي رطباء رائعة و تجي معلكة فعلا كيف تشوفوا تدوب في الفم بالنسبة للمقادير هنا عندي خمسمائة قرام الكوكاو اللي دخلته الفرار غير سهدته واحد شوية باش يسهل معي نحيد لي القشور و تحنته مع كاس اللارو بدي ثانية تحنته جوش طحنات يعني تحنته الطحنة اللولة وطحنة الثانية اضفت لي السكوار حتى كي يولي هكا على هاتش شكل هذا كيف كتشوفو كي يولي بحل كسكسو يعني ما تطحنوش بزاف عندي هنا واحد ساشي زهر هادي نضيف ليه واحد جوش صاشيات ديال كاكاو كنضيف صاشيات تانية ديال كاكاو انا كنفضل هات الصاشيات هادو فيهم واحد نسمة زوينة ديال كاكاو هني عندي واحد جوج معارق قبار ديال كونفيتير انا عبرهم انا هنا استعملت كونفيتير ديال الاكل كي يكون خاتر شوية واحد رشيش اصغيه ورا ديال الملح باش كنحسنو بها الدوق صفي وتنخلط هاد المقادير مع بعض انتين مقطع كنفضل هاد المعلكة ديال كاكاو انا كنستعمل فيها جوش البيضات يعني متوسطين ولكن ما تستعملوه مش مرة واحدة سنخلط مزيان 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 باش هدك الكاكاو ويتلبس لنا بالكاكاو غضي نضيف واحد خمارة من فئة ثمانية قرام لدي هنا كيف قلت لكم جوج بيضات غضي نستعمل واحدة بوحدة انا غضي نهارسها هنا في هذه الثلاثة هادي وغضي نطربها واحد شوية انا اطربت اغير باش تجيني سهلة نجمع بيها البيضة الاخرى حتى هي غضي نطربها ولكن ما غضي نضيفها دابا حتى نخلط البيضة الاخرى بالنسبة لهذا المعلقة هادي البنات ركت بغضي لك مزيان يخصيك لكيها مزيان حتى لديك الكاوكا وحتى هوك يساعدنا الى اطلق الزيت دياله نضيف واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة من الاحسن البنات ديروا الزبدة حيوانية باش كتعطي واحد البنة بالنسبة الزبدة البنات انا ما خرشتها من تلاجة وقع ندي شوية جامدة ولكن غادي نخدمها بادي مزيان صفيتها ندلقوها مزيان البنات كتبها يدليك مزيان عادي ندلكها بالكف ديال يديها كيف كتشوفوهم اللي دليك ساها كتولي عليها تشكيلاكا كتبها اللي كنيت معلقة من الاحسن البنات تكون خفيفة ما تكونش ناشفة حيتي الا كانت ناشفة غت زيت نشف لينا في الفران وغتجي قاسحة بالنسبة هنا يا عندي واحد شوية ديال المظهر غادي ندلنا ندهن في الدية وغادي نعبرهم انا باش يجيوني كلهم قاس واحد غادي ندير اناية 18 18 لقرار يمكنك سمشيح تلعشرين 25 على حساب انتيار كبار اللي بغيتي 18 كي يجيوا هما هادوك بالنسبة لي انا صافيكا نعبرهم وتلوحهم مباشرة في سكار سقيل من الاحسن يكون سكار يعني سبيسيال جيل اللي حلوة الى ما عندكش يمكنك تديري لي واحد معي القادية النشا كنستمر على هاته الشكل هذا كندير واحد الكيمية في سكار غلاسي عاد باش كنبدأ نحط بالنسبة الفران البنات في هاد الاثناء هادي انا شعلت الفران تيخص يكون سخون مزيان تيخص نستخنوا الفران ديان نمزيان حي تسر ديالها فادك التشقق وباش كتجيزوينه هوف الفران في طياب ديالها كيف كتشوفو كنعمرها بسكار تتعمروها بسكار غلاسي مزيان على هات الشكل هذا ونبعد وما بيناتهم واحد شوية وفيك نكمل على هات الشكل هذا الكوكو اللي عندنا وضعوهم في اللاطة انا اللاطة فرش ليها ورقة طبخ كيف كتشوفوك بعد ما كملتهم كنتغط عليهم واحد شوية من الفوق بالاصبوع ديالي غي واحد شوية حتى كيتشقوه يمكن لك توضعي درقعة ولا لوزة ولا اللي بغيتي باش مما بغيتي تزينيهم اولا تخليها هكا كنتغطو عليها كيف قلت لكم باش كنتساعدوها في يعني تشقق وداروه للبنات الفرران يكون سخون مزيان من قبل ومن اللي غديندخلوها الفرران غديندخلوها غديندخلوها الفرران غديندخلوها العافيات كل عافية مهيلة حتى كنتشقق وما نفوتوش لها عشر دقيق من بعد نطلعوها لفوق واحد شوية صافيو تنقدموها على هات الشكل كنتمنى تعجبكم وتجربوها ومعنوها كيف كتشوفوها انتم وكتجي معللكة ما نفوتوش لها لبنات عشر دقيق في الفرران باش ميتنشفش معانا ويجي قصحا كنتمنىكم تجربوها وتعجبكم وإلى فيديو قادم بحول الله موسيقى